أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبور وخلال الندوة التثقفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة ذكر انتصارات أكتوبر أضف الرئيس السيسي أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مقتسباته تحتفل مصر اليوم بذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والقرابة يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل وقهره يوم إذ بات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات الذي قد تمر على أي أمة أن يوم السادس من أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام فمصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وعفظت على مكتسباته ترجمة نانسي قنقر